إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم يكذبه القرآن والسنة قال الله تبارك وتعالى في المرابين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يجري من المعادة مجرى الدم وأتي بمسروع وأتي عليه الصلاة والسلام بالمسروع فقرأ عليه وأمر الجن يخرج منه وأما الواقع فهو مشاهد أن الجن يتلبس بالإنس ويؤثر عليه يمجضه ويخيطه ويزعجه ويقلق فكرة حسب تسلط الجن على الإنس وإنني بهذه المناسبة أود أن يستامل المسلمون شيئا الأول الاعتماد على الله عز وجل وأن يعتقدوا أن توكلهم على الله فوق قوة الجن وأن الجن أذل أمام ذكر الله كما قال تعالى من شكل وصواس الخناس الذي يخلص عند ذكر الله هذه واحدة الشيء الثاني أن يكثروا من الأوراق التي تحميهم وتحفظهم كقراءة آية الكرسي فإن من قرأها في ليلة لم يزال عليه من الله يحافظ ولا أقربه شيطانا حتى يسر أما أن ينخنع أمام هذه الوساوس والهواجيس فإن ذلك سيزيده والشيطان ربما يجس قلب الإنسان فإذا وراءه جبانا خوارا تسلط عليه وإذا رأاه سوى ذلك أبعد عنه أليس الشيطان يفرق من عمر بالخطاب ويخاء وإذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر لأنهم قوين القلب قوين القلب ونحن نعلم أن أبا بكر نثل وأواقض ونعلم أن بصور عليه عليه الصلاة والسلام فوق ذلك على كل حال أنا أوصي إخواني في هذين أمري الاعتماد على الله واعتقاد أن الجن أذلة وأن الجنس أكرمه عند الله منه وكلالك أيضا استعمال الأوراة الواقية حص الحصين أنت لو كنت بخوف ألس تستأجب الحراس عند بيتك وفي ممشاك أجيب بل إذن استعمل الحراسة الحراسة التي لا تقتل البشر بها وهي ذكر الأوراة التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم